أهداف المؤتمر هي عدة أهداف نقدر نلخصها ونحصرها بأربعة أهداف أساسية الهدف الأول رح يكون عن الاستراتيجية والمشاريع إحنا كشباب إيش رؤيتنا نشكلها بالحوار البناء سويا ونخرج باستراتيجية معينة شبابية ننطلق منها لشيء عملي ولا مشاريع كذلك عندنا قضية نملك الشباب مبادرات ومشاريع كبرى إحنا نمتلكها ونشتغل عليها فيما بعد كذلك نبحث التأثير والفاعلية في المجتمع إحنا هل بعيدين على المجتمع أم قريبين منه إيش الخطوات العملية للاقتراب من المجتمع ليه إحنا الأصل منه فيه كذلك الحوارات الأفقية والعمودية الحوارات الشباب بينهم وبين بعض حوار الشباب أيضا مع القيادات اللي رح تكون حاضرة في جلسات عديدة من المؤتمر المؤتمر بكون للفئة كاملة من 17 إلى 35 اللي هم مصنفين حسب اللوائحن هم من الشباب لأول مرة سيجتمعون بهذه الفئة العمرية كاملة سبق كان فيه لشباب الجامعات كان فيه لشباب الخريجين من الجامعات حديثا لكن أول مرة بيجتمعوا كلهم سويا هذا جديد أيضا هناك جديد قضية الانتخاب الممثلين الموجودين الآن في المؤتمر جاءوا بالانتخاب كلهم في موقعه وهذا بطفي قوة وبطفي حيوية وبطفي فعلا الروح من الديمقراطية والشورى حقيقية كذلك أن المؤتمر لن يكون فقط للكلام ولو أنه الكلام مهم والحوار جدا مهم خصوصا في المرحلة هاي كذلك أنه رح ينتج عنه شيء عملي فلذلك في لجنة متابعة أصلا رح تنبثق ورح تنتخب من هذا المؤتمر بالتابع التنفيذ هاي اللزنة أيضا رح تحضر للمؤتمر الذي سيأتي فيما بعد فإحنا باتجاه مأسسة للحوارات الشبابية فعلا مش مؤتمر واحد ويروح وتنحط توصيات وعرف لا إحنا أمام شيء عملي وحقيقي إذا فعلا الشباب يعني كانوا معنيين بهذا الشيء وهم وكذلك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر